في ناس كتير مننا بتحب أفلام الرعب والحكايات اللي بتخوف وناس تانية الموضوع بيكبر معاها لدرجة نية بتحب تعيش الرعب ده اللايف على أرض الواقع اللي هم بيدواروا في الأحداث اللي هم عايشينها يعني على أي لحظة الأدرنالين فيها يعلى حتى لو من الخوف ممكن تكون حياتهم صعبة وموملة فبيحاولوا يهربوا من الملل ده وأنهما بيدوروا على ساسبنس بيجي من مبلغة ويحطوا تفاصيل كتير غريبة ويكونوا ضحايا لأوهام وخيالات مش مدركين أنه في حاجات جواهم كده ملهاش أساس من الصحة ومش موجودة غير في خيالهم بس دول بقى ممكن نسميهم أو العلم بيسميهم المرضى النفسيين اللي متابع حلقة قصة حقيقية هيكتشف أن قصتنا النهاردة جات لنا قصص كتير شبهها قبل كده بتفاصيل مشابهة جدا زي قصة جات لنا قبل كده عن بنت سماجانة بعتت مامتها بتقول لنا أنه بنتها بيظهر لها واحد بيدربها على دماغها وينايمها وساعت بتشوف حاجات ماشية وراها ومرة قامت مفزوعة لقيت واحد متعلق قدامها وفي مرة تانية بعد الجواز والخلفة شفت الطفل بتاعها اللي نايم جنبها وهو بيتحاول لبلاستيك لحد ما جالها هزال وخست خالص وبقت ما بتاكلش ولا بتشرب زي بالزبط قصة حميدة النهاردة اللي بتعاني منو هي طفلة من أنها بتشوف حاجات غريبة أو بتتوقع حاجات بتحصل في ناس كده سمعت عنهم بس هي الموضوع تطور معها بعد الجواز لقيت واحدة بتهزها وبتصحيها من النوم بتقول لها أنت كتير عليكي ابنك وجوزك أنا هأزيلك ابنك من يومها وهي قفلة على نفسها قفلة على حياتها حياتها على طول متضهورة أو في النازل عشان كده النهاردة بقول لها حميدة كلام شبهة اللي قلته رجعنا وقتها أصعب حاجة في المرض النفس يا حميدة أنه بيخلي الواحد يواجه عدوه مش موجود بيعيش حالة مش حقيقية فيها أوهام وفيها مبلغة وفيها أنه هو بيفسر تفاصيل من اللي حواليه حسب خياله وتوصله لكلام مش المنطقي أنه يحصل يعني أول خطوة ممكن تكون العلاج وأول خطوة هي أنه المريض يدرك وأهله يدركوا أنه عندهم مشكلة ومحتاجين لمساعدة مساعدة الطبيب مختص لازم يروحوله ويتابعوا معه زي أي مرض مش هيتحل غير ما يكون فيه دوكتر بيعالج نفس الحكاية برضو بالضبط في المرض النفسي مفيش مريض نفسي بيخف الوحده لازم في الأول يعرف أنه هو عنده فعلا مشكلة نفسية يختار الدكتر الثقة اللي يقدر يروح له ويعتمد عليه في خطة العلاج ويحكي له بقى اللي بيحصل عشان الدكتر هو اللي يقوله ويعرف يشخصه ويعرف يعالجه الغريب بقى أنك زي ما حكيتي أنك مش بتقميني بالسحر ولا كلام ده روحتي لواحد هو شيخ زي ما أنت بتقولي عشان يعالجك لكن ما جبتيش صيرة أنك روحتي لدكتر عشان يشوف الموضوع ده إيه لأنه فيه ناس كتير جدا حلتهم شبه حالتك بس رحوا لدكاترك وعيسين وسابوا سكة أن أنا أقول أنا معمولي سحر أو 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 وحياتهم اتغيرت وعايز أقولك أنه مامتك بدل ما تتخض من القصص اللي بتحكيها وحكاياتك وتحاول أني تشوف هل الموضوع ده حقيقة وديهبها من ربنا فعلا ولا ده ممكن يكون مرض نفسي تطور معاكي لا هي عملت إيه قالت لك أنه دي حاجة حلوة يا حميدة وما تحكيش عليها ممكن أقول لكو على حاجة هو فيه كلام كتير إحنا كاتبينه وكنا هنقوله بس أنا مش عايزة أقولك كلام المكتوب لأنه برضو زي ما أقولتلكو قبل كده تقسمنا فريقين في البرنامج فريق مؤمن بموضوع حميدة جدا وممكن يكون عنده حتى لو هيبة صغيرة من اللي عند حميدة أن أنا أشوف حلم أن أنا أحس بحد ميت أن أنا حد يقولي رسالة وتطلع صح فريق الثاني عمال يقولك ده أي كلام يا عم يا عم ده مرض نفسي عم ما فيش الكلام ده فإحنا حتى في الفاصل كنا عمينا شخص طب ده اسمه إيه هو فيه ناس كده عايشين وسطينا فيه مش عارف إيه أنا بقول إن فيه ناس فعلا بيبع عندها شفافية أنا معرفش هل الأغلبية هتبقى معايا في الكلام ده ولا لا بس فعلا أحيانا بيكون فيه ناس بتشوف أحلام وبتتحقق البنت دي هتجيب الشارع ده منين والأنا خايفة منه حاجة إنه أنت يا حميدة لما وامتك قلتلك احكي الموضوع قصدي قلتلك ما تحكيش الموضوع أنت حكيتيه فلما حكيتيه قلبت عليكي لما حكيتيه النعمة دي ممكن تكون بدل ما تروح منك قلبت عليكي وبعد كده تطورت معاكي إنه فعلا فيه حاجات احنا ممكن نعملها ممكن تكوني واحدة من الناس اللي ربنا دا لهم مثلا منزلة حلوة إنه هيعرفك حاجات حلوة أو حاجات وحشة أنا بشوفها كده إنه قبل ما تحصل فربنا بيحضرني للا هيحصل ربنا وريني اللا هيحصل وحتى طلعت قلتها في برنامج في يوم الأيام أنا كنت بعمل زي كده إنه كنت في برنامج وطلعت قلت إنه ساعات كنت بشوف مش بشوف حاجاتي يعني ممكن في حلمة مثلا حد من الأموات اللي أنا بحبهم يجيلي ويقولي رسالة وتطلع حقيقة اعملوا كذا 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 وقلت لهم اعملوا كذا كذا لحد ما جات لي رسالة تخوف ممكن أكون أنا سبت نفسي زي كده وكت غلطانة جات لي رسالة تخوف حتى قلتها بالنص إنه لو سمعتي عن بنت صغيرة وبتعيط ما تقولي ليش تقلت لي رسالة كده بالضبط من جدتي يا الله يرحم حتى عدتها أسألها في الحلم طب أنت قصدك مين أنت قصدك مين يا تتاكت بولا تتاكي الله يرحمها قصدك مين قصدك حد قد أمي ما ردتش حد قد خلاتي ما ردتش أنا وبنات خلاتي ما ردتش من يومها بقى أنا عملت حاجة تانية بيتصلي وقدعي إنه يا رب أنا اللي عايز أشوف أحلام ولا عايز أعرف حاجة ولا عايز أعرف مين يجي يقول لي إيه بس ممكن تكون عندك هبة صغيرة أنت تعرفي اللي قدامك عايز منك إيه ودي ممكن تكون فراسة مش موهبة ولما بنسيبها هنقعد نقول بقى حاجات بقى مرض نفسي أصلبني هنأزو وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله لحد يعرف يضرك لبشر ولا جان ولا حد يقدر يعمل لنا حاجة غير اللي ربنا كاتبه هيكون ده اللي الدين بيقوله وتاني بقولها لك وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله أنا بقى النهاردة برضو هسيبها لكو كده يا طرى ده مرض نفسي والدي بتبقى هبة ونامة من عند ربنا عشان إحنا اختلفنا النهاردة في قصة حقيقة فعايز أسمع والأغلبية هاخد برأيهم زي ما بعمل واستنونا في قصة تانية وأبطال تانين في قصة حقيقة باي باي موسيقى موسيقى موسيقى